وعايز اقول ان اهم ما حصل مع النادي الاهلي ليس فقط ان هو كسب الترجي التونسي في تونس 1-0 ده فوز تاريخي وفوز مهم جدا الاهم من وجهة نظري اللي حصل بعد مباراة الاهلي والترجي في المغرب ده من وجهة نظري انا لو انتوا عايزين وجهة نظري انا المتواضعة ان كايزر تشوفز كسب الودات في المغرب 1-0 وده نتيجة مش رائعة ده نتيجة مبهرة لجمهير النادي الاهلي لان المباراة النهائية ستقام في المغرب اه بدون جمهور بس في الاخر الودات لو كان صعد او لو فرصو الثانوات كانت زادت كانت تبقى المباراة اصعب على النادي الاهلي في حالة وصول الودات للنهائي انما النهاردة حظ النادي الاهلي وتوفيق النادي الاهلي ولعله بشرة لجمهير الناد الأهلي أن العشرة في طريقها للجزيرة ليه؟ البوادر بتقول كده الشواهد بتقول كده الأهلي بيكسب التراجي في تونس 1-0 والوداد بيتغلب من كايزر تشيفز الجنوب إفريقيا اللي مش مرعب 1-0 فرص كايزر تشيفز في الوصول النهائي تعدل 60-70% بالورق وبالقلم وفرص الناد الأهلي نفس الكلام عجبني جداً الكابتن محمود الخطيف أن هو بيحز بلاعب الناد الأهلي وبيقول لهم إن الكرة مالهاش كبير وأنه ماتش العودة مش معنى إن إحنا كسبنا بتونس إن الجولة انتهت أنا بحب المستوى ده من الكلام والطريقة دي من الكلام والطريقة دي من التحفيز ده راجل فاهم ده راجل فاهم وبيقول إيه؟ عايز أقول حاجة فيما يتعلق بإدارة الكرة القصة يا جماعة مش كيمية القصة يا جماعة مش كيمية أنا بجيب دايماً الراجل المناسب في المكان المناسب كثير بعض من جماهير الزمالك اللي بتحب يعني إن أنا يعني بتكلم بلسانهم في كثير من الأمور أو في كثير من الأحيان والبرنامج دوة بيحبوه فأتى بيقولوا لي أنت بتتكلم على سيد عبد الحفيز وتشيد بسيد عبد الحفيز برد على الناس دي وبقول لهم اتفرجوا على اللي بيحصل النهاردة في غرفة خلع ملابس أو قط اللبسة في النادي الأهلي محمد الشريف كان بيلعب في ودي دجلة وراح النادي الأهلي أكرم توفيق كان في إنبي وراح النادي الأهلي أفشا كان بيلعب في إنبي وبرمز وراح النادي الأهلي حمد فتحي كان بيلعب في كذا نادي وراح النادي الأهلي الفرق أنا بديكوا بعض النمازج يعني الفرق الفرق في اللاعب ولا في شخصية الفريق الفرق في اللاعب ولا في شخصية النادي الفرق في اللاعب ولا في شخصية المسؤول اللي بيدير اللاعب شخصية المسؤول اللي بيدير اللاعب اللي بيخشوله بيقوله أنت بتلعب فين خلي بالك جمهورك قد كده ما فيش مجل الغلط إلي 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 ليه قدرت النادي الأهلي متمسكة بساعد عبد الحفيظ اللي أنا اختلفت معاه كتير واختلف معاه بس لازم أديله حقه لازم أديله حقه ليه قدرت النادي الأهلي متمسكة بهذا الكدر الإداري المحترم لأنه بيقدر يوصل شخصية النادي الأهلي بزكاء شديد وحط تحت كلمة بزكاء ودهاء شديد للاعب النادي الأهلي وبيغرز فيه حاجات بتخليه في الآخر بيصل إلى النتيجة اللي بتسعد جمهور النادي الأهلي التجربة دي لما كانت موجودة مع الكابتن إسماعيل يوسف لما كان موجود كان بيخش قط اللبس أي اسم؟ أي اسم؟ هتولي أكبر اسم في مصر داخل كان كهربا جيس الزماني كان في وجود الكابتن إسماعيل إيه كهربا جنب إسماعيل يوسف مع كامل احترام الكهرب إيش يكون يعني؟ ده كابتن إسماعيل يوسف ده داخل على نجم مصر ده داخل على سبعة أفريقيا وكاس أفريقيا مش عارف كم مرة مع منتخب مصر وكاس عالم إيش يكون؟ إيش يكون؟ فداخل على نجم كبير قاعد خايف منه والرجل زاكي بيعرف إزاي فاهم اللاعب ده مين هو نادي الزمالك؟ ده موجود في الزمالك دلوقتي؟ في رئيس نادي كارزمة زي الكابتن محمود الخطيب موجود مع كامل احترام الأي أنا ما بتكلمش أنا عن الكابتن حسين لأن الكابتن حسين ده فترة مؤقتة أنا بتكلم بس على اللي حصل مع الزمالك إن الساحة وحيدة وفضية للنادي الأهلي لأنه مفيش منافسة ومع ذلك زاك بيحاول بإمكانيات لعبين بفرق عملها المجلس اللي فات لو كان أمير مرتضى موجود النهاردة مش نقدر نقول وبالفم المليان إن زي ما فيه فلان هنا فيه فلان هنا زي ما فيه رئيس نادي هنا فيه رئيس نادي هنا علشان كده أنا بحيي إدارة النادي الأهلي على الاستقرار وبحيي الكابتن سيد عبد الحفيزة على اللي بيعمله وإنه إزاي بيحول شخصية اللاعب العادي حينما يلعب في النادي الأهلي إلى شخصية البطل وإن شاء الله نبارك للنادي الأهلي